السعودية تشدد على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وتؤكد على تجفيف منابع تمويل داعش بيان خليجي أمريكي يؤكد على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق عبره ستنقل نحو ألف ميجاوات من الطاقة إلى جنوب العراق ومن ملفنات فاتنة المتنوعة في الرابعة أيضا النائب الكويتي محمد هايف يعلن إعادة كل تشريعات لجنة القيم من خلال مجلس الأمة الجديد بعد شائعات حول وفاته ابن الشاعر السعودي خلف بن هدال ينفي الشائعات ويقول والدي بخير مساء الخير أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض أكد على أن المملكة ستبدل كل جهد لملاحقة تنظيم داعش وفكره أينما كان ودعا بن فرحان دول التحالف إلى تحمل مسؤوليتها واستعادة مواطنيها من عناصر داعش والعمل على منع التنظيم من استغلال أي فرصة للعودة من جديد لدي فقط ملاحظة سريعة من المحبط وغير المقبول إطلاقا أن تواصل بعض الدول المتقدمة والثرية تنصل من مسؤوليتها في استعادة مواطنيها ورفع هذا العبء عن البلدان الأكثر تضررا من داعش لذلك أود أن أقول لتلك البلدان يجب أن تتحمل مسؤولياتكم باعتباركم جزءا من هذا التحالف فهذا يعني أن نعمل معا وأن نقف مع بعضنا البعض وهذه نقطة أساسية نحتاج جميعا إلى معالجتها كما أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على حرص المملكة على استقرار الدول والذي استغلد تنظيم داعش أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية ومنها سوريا والعراق حرص المملكة كل الحرص على استقرار الدول التي استغل هذا التنظيم أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية ومنها سوريا والعراق ونشيد بما بذله العراق من جهود حاسمة وتنسيق مستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم وتقديرا لجهود أخوتنا في العراق فقد ساعمت المملكة بتموين مشاريع إعادة الإعمار في العراق من جانبه دعا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تسريع عمليات استعادة مسلحي داعش الأجانب المعتقلين في المخيمات في سوريا وأشار بلينكين إلى أن الوضع يزداد سوءا في منطقة الساحل والغرب الأفريقي مع تصاعد العمليات الإرهابية وتسجيل الكثير من الضحايا كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تراقب الأخطار الناشئة لمحاولات داعش إلى العودة من جديد في أفغانستان تعتبر إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم إلى أوطانهم أمرا بالغ الأهمية لتقليل عدد سكان مخيمات النازحين مثل الهول ومراكز الاحتجاز التي تضم ما يقرب من عشرة ألاف مقاتل ألفان منهم من دول أخرى غير سوريا والعراق إن الفشل في إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم يزيد مخاطر حملهم السلاح مرة أخرى ومحاولة استعادة ما يسمى بخلافة داعش وأيضا ترهيب المجتمعات التي نعمل على استقرارها وإعادة بنائها وكذلك احتمال تهديد أوطاننا من الرياض ينضم إلينا مراسل العربية هاني صفيان أهلا بك معنا هاني على نشرة الرابعة إذا بداية كيف تسير مجريات الاجتماع وهل من تصريحات أخرى مرتقبة في الدقائق أو الساعات القادمة نعم أهلا بك فاطمة وأهلا بمشاهدي قناة العربية نعم انتهى بالفعل اجتماع الدولي لمؤتمر التحالف ضد داعش والذي حضره 84 دولة وكذلك خمس منظمات معتمدة منها جامع الدول العربية وكذلك حلف الأطلسي وكذلك الأنتربول وكذلك أخرى أموما هذا الاجتماع انتهى وبعدها أوتلى هناك اجتماعات ثنائية بين وزراء خارجية بعض الدول منها الأفريقية وكذلك اجتماع سمو وزير خارجي الأمير فياصل بن فرحان مع كذلك بعض الدول في غرب أفريقيا هذه اللحظات القادمة سوف يكون المؤتمر الصحفي والذي سوف ننتظره في هذه اللحظات من داخل هذه القاعة والذي سوف يكون بحضور سمو وزير خارجية السعودي الأمير فياصل بن فرحان وكذلك وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هناك وسائل إعلام دولية وإقليمية وكذلك محلية هي في انتظار هذه اللحظات القادمة طبعا سوف يكون هناك بعد هذا المؤتمر الصحفي هو بيان رسمي يوضح أيضا ما نوقشهم من خلال هذا الاجتماع ولكن عندما نتحدث عن بداية هذا الاجتماع والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلية السعودي من كلمة لسمو وزير خارجية السعودي الأمير فياصل بن فرحان والذي تحدث عن دور المملكة بأنها تؤمن بأن السبيل للأمن والاستقرار والتنمية والازدهار يتطلب مواجهة الجماعات والفكر المتطرف منها تنظيم داعش وكذلك حديث أنتوني بلينكين الذي تلا كلمة سمو وزير الخارجية السعودي وعندما تحدث أن الحرب لم تنتهي ضد داعش أي يعني أن ما زال التنظيم يقوم بعملياته وتهديداته على مستوى العالم وتحديدا في هذه الفترة هي في داخل قارة إفريقيا وفي بعض دول إفريقيا وهو ما دفع أيضا أو أيضا ما صرح فيه وأعلن عنه سمو وزير الخارجية عن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي لمواجهة مخاطر هذا التنظيم الإرهابي أي داعش عموما نحن ما زلنا ننتظر اللحظات القادمة وكذلك المؤتمر الصحفي الذي سوف يكون على شاشة العربية خلال النصف القادمة وسوف يكون أيضا هناك طرح لعدد من الأسئلة من قبل الإعلام وسنترقب معك هاني بكل تأكيد على مجريات هذا المؤتمر الصحفي وكل تصريحات التي ستخرج منه شكرا جزيلا لك مراسل العربية هاني صفيا أكد وزراء خارجية دول التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين في بيان مشترك على أهمية جهود خفض التصعيد في المنطقة والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي وشدد الجانبان على أهمية دعم الحقوق والحريات واجهود التصدي لأي تهديد ضد أمن السفن كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم وعبر البيان الخليجي الأمريكي عن الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وذلك وفقا لحل الدولتين ورفض أي إجراءات أحادية وخاصة في القدس وشدد البيان على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران أما بشأن السودان أشاد البيان بجهود الرياض وواشنطن عبر منبر جدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع مشددان على أنه لا حل عسكري للأزمة بدأت دول الخليج والعراق اليوم بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق والذي يتوقع تشغيله نهاية العام المقبل بدوره كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى كشف للعربية أن الربط الكهربائي مع السعودية سيغذي العراق بنحو ألف ميجاواط في المرحلة الأولى عن طريق محطة عرعر الحدودية السيد الوزير اليوم يحقق زيارة إلى الدمان بالمملكة العربية السعودية حيث مقر هي الربط الخليجي هناك ربط خليجي هناك ربط آخر يختلف عن الربط الخليجي اللي هو الربط السعودي كنا قد حققنا زيارة التقينا وزير الطاقة السعودي وضعنا النقاط حيئنا مسارات الخطوط درسنا نقاط الربط وبالتالي الحديث عن المرحلة الأولى هو بواقع ألف ميجاواط ستكون من نقطة الارتباط محطة عرعر بمحطة اليوسفية وأيضا هذا المشروع هو بإطار ترويع مصادر الطاقة وتحقيق استقرارية الشبك من الخبار ينضم إلينا مراسل العربية عبد المحسن الحربي أهلا بك معنا عبد المحسن إذن ما تفاصيل هذا الربط الكهربائي الذي بدأ تنفيذه بين السعودية والعراق ودول الخليج طبعا نعم فاطمة بالفعل هناك مسارين يتم العمل عليها على ربط الخليج وكذلك السعودية بالعراق مسار من شمال السعودية بالإضافة إلى هناك محطة أخرى هي محطة الوفرة في الكويت والتي سيتم اليوم الاحتفاء ببدء تنفيذ هذا المشروع هنا في الخبر بحضور واسع لسيما من وزير الكهرباء العراقي بالإضافة إلى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بالإضافة إلى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومن خلاله سيتم البدء رسميا بتنفيذ هذا المشروع الذي سينقل الكهرباء الخليجية وتحديدا منظومة الربط الكهرباء الخليجي عبر هيئة الربط الكهرباء الخليجي التي تستفيد من الفائض من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وتم ربط كافة دول مجلس خلال السنوات الماضية اليوم الهيئة والدول المجلس التعاون الخليجي تستعد للانتقال خارج منظومة دول المجلس التعاون الخليجي والمرة الأولى عبر العراق عبر هذا المشروع الذي سيبدأ تنفيذه بدءا من اليوم حيث الاحتفالية ببدء تنفيذ هذا المشروع وسيتم الاتهاء منه في نهاية العام القادم تحديدا في ديسمبر بتكلفة إجمالية بلغت 280 مليون دولار حيث سيتم تمويل هذا المشروع من عدد من الصناديق التنموية الخليجية وهنا نتحدث عن صندوق قطر للتنمية بالإضافة إلى صندوق الكويتي وهكذا تعمل الهيئة على تنمية أو تمويل هذه المشاريع التي تقوم بها بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم بها للتزويد وأيضا تكثيف الكهرباء وتكثيفه عبر عدد من المحطات سواء كان في الكويت لرفض هذا المشروع إلى العراق بالإضافة إلى مشاريع أخرى فاطمة بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن المراحل التي سيتم العمل فيها من خلالها على ربط المشروع الرابط الكهربائي الخليجي بالعراق المرحلة الأولى هي هذه التي سيتم فيها نقل 500 ميجاوات عبر هذا المشروع بسعة نقل تتسع إلى 1800 بالإضافة إلى مرحلة أخرى نتحدث عن 1000 ميجاوات والمرحلة الثالثة وهي الأهم التي وصفها وزير الكهرباء العراقي وهي بنقل الكهرباء الخليجية عبر الأراضي العراقية إلى تركيا من ثم إلى أسواق جديدة هناك في أوروبا وهذا ما قال عنه مختصون عراقيون بأنه سيرفض العراق بمبالغ جديدة أو استثمارات جديدة عبر هذا المشروع بالإضافة إلى ذلك مشروع الثنائمة بين السعودية والعراق عبر مشروع عرعر اليوسفية هذه المحطة التي ستولد تقريبا 1000 ميجاوات وأيضا هناك مشروع لأكوا باور بداخل العراق لتوليد ما يقرب على 1000 ميجاوات عبر توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية شكرا لك من الخبر مراسل العربية عبد المحسن الحربي على كل هذه المعلومات عقب أعلان نتائج مجلس الأمة الكويتي وفوزه بمقعد عن الدائرة الرابعة أعلن النائب الكويتي حمد هايف المطيري في تصريحات مصورة له أعلن إعادة كل ما تم تقديمه من تشريعات عبر لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية خلال المجلس السابق والذي أبطل بقرار من المحكمة الدستورية وقال النائب المطيري بأنه سيتم طرح كل ما يتعلق بالأخلاق والهوية الإسلامية من خلال اللجنة تصريحات المطيري أعادت للواجه الجدل حول وثيقة القيم التي أعلن عنها العام الماضي وحظيت بدعم عدد من النواب من خلال التزامهم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ومنع ما اعتبروها مخالفات شرعية في البلاد الوثيقة المثيرة للجدل والتي أطلقها الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار وحظيت بدعم الكويتي عثمان الخميس طالبت بتعديل قوانين منع الاختلاط في الجامعة والفصل الكامل بين مباني ومطاعم الطلاب والطالبات وتجريم النوادي والمسابح المشتركة في الفنادق كما طالبت الوثيقة مواجهة ما أسمته بالابتذال الأخلاقي وعرض الأجساد في الأماكن العامة ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي محمد السبتي أهلا بك معنا سيد محمد في نشرة الرابعة يعني وثيقة أثارت الكثير من الجدل وإعادة الحديث عن هذه الوثيقة إلى ماذا يشير برأيك؟ يعني في ظني أننا يجب أن نناقش هذه الوثيقة من ناحيتين من ناحية الأولى ما احتوت عليه من مناداء ومبادئ يريدون فرضها على المجتمع وهذه المناداء وهذه المبادئ أو هذه المطالبات تقبل النقاش تقبل الرفض وتقبل القبول الناحية الثانية التي يجب أن نناقشها في هذه الوثيقة هي حقية هؤلاء النواب الإسلاميين أو الكتل الإسلامية في مثل هذه المناداء في ظني أن من حق هؤلاء النواب إسلاميين كانوا أو متعاونين مع الإسلاميين أو منضمين تحت لواء الجماعات الإسلامية من حق هؤلاء أن ينادوا مثل هذه القيم أن يتنادوا فيما بينهم على توقيع مثل هذه الوثائق هذا حق مكفول وليس لأحد في المجتمع أن يرفض مثل هذه المناداء إذ قد وقعت في الكويت على مدار سنوات طويلة عدة من الوثائق تنادى فيها أصحاب المهن مثلا أحيانا تنذى فيها أصحاب بعض المطالبات سواء كانت شعبوية أو غير شعبوية لذلك في ظني أن الإسلاميين قد ووجهوا بشيء من الرفض وهو غير مقبول غير مقبول التحجير على النواب الإسلاميين التنادي فيما بينهم في بعض المطالبات هذه الوثيقة سيد محمد إلى أي مدى يستخدم بعض هذه الوثيقة ربما للضغط على الحكومة بشكل أو بآخر لنكون صراحة عموم المحتوى علي هذه الوثيقة لا تعدو أن تكون مطالبات تدغدغ مشاعر الإسلاميين ليس إلا يعلم الجميع بما فيهم من وقع مثل هذه الوثيقة أن كثير من هذه المطالبات غير قابلة للتنفيذ قد تكون هي مجال التفاوض مع الحكومة وتبادل الأدوار فيما بينهم والمصالح وتبادل الأدوار والمصالح مع باقي الكتل لكن الكل يعلم أن مثل هذه المطالبات غير قابلة للتحقيق بل سيدة الفاضلة لنكون صراحة كذلك أن عموم النواب الإسلاميين في الكويت وفي غير الكويت كذلك إنما يمارسون هذه العملية الانتخابية أداء للواجب يعني سيد محمد الجماعات الإسلامية ترفض هذه العملية الديمقراطية يعني برأيك أن المشهد العام في الكويت لكنهم ينسلقون فيها تحقيقا لبعضي لا يستدعي مثل هذه الوثيقة والمطالبات بتشكيل لجنة خاصة بالمظاهر السلبية في المجتمع لا بلا شك لا يستدعي ليس هناك ما يدعو إلى مثل هذه المنادة إلا مثل ما قلت هي مدغدغة مشاعر يعني الناخب الإسلامي والمحافظين إذا صحت تسميتهم هذا هو يعني طرحنا هذه المسألة عندما أقر قانون السماح للمرأة في الانتخاب والترشح وفرض الإسلاميون تعديلا على هذا القانون بأن يكون هذا الحق في الانتخاب والترشح وفق اللباس الشرعي أذكر وقتها كتبنا عدة مقالات ما هو مفهوم اللباس الشرعي ماذا تريدون من المرأة هل المرأة التي وضعت غطاء على رأسها وأظهرت جميع مفاتنها متحجبة هل المرأة التي أظهرت جزءا من شعرها أو جزءا من يديها أو جزءا من ساقها متحجبة بمجرد أنها وضعت شيء على رأسها المسألة غير غابرة للتطبيق ولا يحتاج المجتمع إلى مثل هذه اللجان أو هذه المنادات بلا أي شك أنه لا يحتاج ويبقى السؤال سيد محمد ربما إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الوثيقة إلى مزيد من الانقسامات أو حتى تسبب انقسامات جديدة في الداخل السياسي الكويتي شكرا جزيلا لك من الكويت المحلل السياسي محمد السبتي نشرة الرابعة مستمرة وتتابعون فيها القطاع غير النفطي يقود نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري أحييكم من جديد في السعودية حقق الاقتصاد نموا بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل في العام الماضي مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية وقد نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس ربعي وكان صندوق النقد الدولي قد توقع بالأمس أن يبقى زخم النمو غير النفطي في السعودية قويا خلال العام الجاري وأن يسجل نموا بنسبة 5% في المتوسط بالنصف الأول من 2023 أما الناتج المحلي النفطي فقد نمى بنسبة 1.4% على أساس سنويا لكنه تراجع 4.7% على أساس ربعي معنا هنا في الستوديو دكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام أهلا بك معنا دكتور في نشرة الرابعة دكتور هذا الارتفاع في النمو غير النفطي في السعودية إلى ماذا يشير طبعا هذا اللي عملت عليه السعودية خلال الفترة السابقة الحقيقة بحث أن يكون عندنا نقلل الاعتماد على الأنشطة النفطية واليوم نلمس الارتفاعات المتتالية 5.4% على أساس سنويا مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 أعتقد أنه رقم كبير جدا أيضا مشاورات المادة الرابعة كانوا توقعوا يوم أمس في تقريرهم الصادر أنه ينتهي هذا العام بمتوسط ارتفاع يتجاوز الخمسة بالمئة ونحن بيعرف أنه في نهاية عام 2022 الأنشطة غير النفطية حققت حوالي 4.8% بمعناته الحمد لله نتوسع في مسألة القطاع غير النفطي دعم القطاع الخاص إتمام المشروعات الكبرى عندنا حتى أنها تكون رافض كبير جدا إن شاء الله للميزانية السعودية بعيد عن الآثار التي يمكن تتحقق أو تسير في حالة أنه كان عندنا أي مشاكل في القطاع النفطي نحن لاحظنا اليوم يمكن المتتبع للأرقام من الربع الثاني من عام 2021 كان عندنا ارتفاع في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بينما هذا الربع الحقيقة على أساس موسمي وجدنا أنه أصبح هناك تراجع بـ 1.4% بسبب أنه هناك تراجع في الأنشطة النفطية فلازال هناك أثر الحقيقة على مستوى ربعي للأنشطة النفطية تراجعت بحوالي 4.7% وطبعا هذا طبعا ما في شك أنه هو بسبب يعني تراجع الأسعار في الفترة الحالية أيضا الإنتاج إنتاج النفط يعني التخفيضات الطوعية التي حصلت في مجموعة أوبيك بلس برضو تراجعت وبالتالي أدت إلى أنه يتراجع النشاط النفطي لكن بشكل عاما أعتقد أن الأرقام مبشرة بالخير خصوصا فيما يخص الأنشطة غير النفطية لو استكملنا على نفس النهج في الربع الثاني والربع الثالث حتى الربع الرابع أنا أعتقد أننا فعلا نتجاوز 5.5% ربما فيما يخص الأنشطة غير النفطية طيب دكتور انتكرت يعني تراجع الأنشطة النفطية ربما هذا من أحد أسباب ارتفاع نمو القطاع الغير النفطي ولكن ما الأسباب الأخرى كمان التي أدت إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي الدعم الحكومي موجود الحقيقة يعني التوسع كبير اليوم الانفاق الحكومي على المشروعات كنا في الأسبوع الماضي اسمو سيدي ولي العهد أطلق المناطق الاقتصادية الأربعة نحن نرى كيف التركيز على الأنشطة غير النفطية وخصوصا ما يخص الأنشطة الواحدة مثل صناعة السفن صناعة السيارات وغيرها أطلقنا ثلاثة استراتيجيات مهمة بتدعم القطاع غير النفطي استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية استراتيجية الاستثمار الوطني استراتيجية الصناعة كل هذه الاستراتيجية الحقيقة لو تلاحظي يعني من ضمن بنود هذه الاستراتيجيات دائما القطاع الخاص تمكين القطاع الغير النفطي وبالتالي هذا كله ما في شك أن أعكس على أن نشاهد هذه الأرقام الكبيرة في نمون الأنشطة غير النفطية إذن تتفائل يعني دكتور بالنسبة للتوقعات الأربعة الأربعة المتبقية ما في شك أعتقد أنه لو استمرنا إن شاء الله تعالى بنفس النهج وهذا هو المأمول أنه الإنفاق اليوم الحكومي عندنا كبير وما أصبح الحقيقة معلق بمقدار العوائد من الأنشطة النفطية فبالتالي أكيد أنه نحن نشوف أرقام ويمكن ذكر وزير المالية في مؤتمر المالية الأخير في شهر مارس ذكر أنه متوقع أن نتجاوز الخمسة بالمئة نموا في الأنشطة غير النفطية بسبب الدعم الحكومي الكبير واضح شكرا جزيلا لك لنضمعنا معنا دكتور أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام دكتور محمد مكني شكرا لك نفى فيصل العتيبي ابن الشاعر السعودي الشهير خلف بن هذال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر نفى الأخبار المتداولة عن وفاة والده جملة وتفصيلا مؤكدا أن والده بخير ويذكر أن الشاعر خلف بن هذال يعد أحد أشهر الشعراء على المستوى الخليجي وشارك عبر سنوات طويلة بقصائده الوطنية من خلال مهرجان الجنادرية ينضم إلينا من الرياض فيصل بن الشاعر خلف بن هذال أهلا بك معنا سيد فيصل بداية طمنا على صحة الوالد يا هلا ومرحبا بقناة العربية وبرنامجة الرابعة وفيك يا أختي الوالد بشيرك بخير ولا الحمد وهي يعيش حياة الخاصة بين ابنائه وبنات أحفاده والله يطول في عمره ويحفظه ويخليه لنا ولا إلينا فيه مكروه آمين طيب سيد فيصل يعني الحمد لله بعد تأكيد خبر صحة الوالد وإنه بخير كيف رأيت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر أنه في يعني أي ضرر لصحة الوالد من غير شر والله الخبر من البارح أعتبر خبر سيء والله يعني فجعنا آخر الليل وحننا متعودين على الإشاعات من قبل من عشر سنوات ومن التواصل الاجتماعي فالخبر الليل بارح جاء متأخر شوي لو أنه بدري نفينا بدري ولا أنتشار أكثر من كذا لكن جاء من بعد الساعة واحدة ونص وأكثر اللي تهلمونا مفجوعين من الخبر أكيد ما في شك ولكن حينما تم نفي خبر وفاته من غير شر أستاذ فيصل يعني ربما كان هناك سعادة غمرت أيضا المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي بخبر صحته وأنه بخير أي والله الحمد لله الحمد لله السعادة غمرتهم لكن اللي يكلمون المفجوعين أكثر من السعيدين أعوذي بالله لأن اللي يكلمون آفيا ويطمنكم عليه دايم آمين يا رب سيد فيصل تفضل الإشاعات هذه تداولة وتنتجر بسرعة والله تنتشر بسرعة نعم والقناة العربية استاهمت في نشرها بعض والآن نحن نستضيفك لكي نطمئن الجميع وجميع محبي أشعر بأنه بخير وبصحة وعافية الله يديمها عليها هذه الصحة أستاذ فيصل أنا ودي أسألك عن أي مشاركات شعرية أنا قبل ما قاطعك أنا أتمنيت أن قناة العربية تتصل فينا وتتأكد من الخبر مثل ما تصلت والآن وتبسطن بلون عليه وأكيد ونحن دائما نحن دائما حريصين جدا على ذلك ولذلك نستضيفك معنا اليوم ويسعدنا استضافتك سيد فيصل أسمح لي أن أسألك عن أي مشاركات قادمة شعرية للوالد ربما نترقبها في المستقبل القريب والله الوالد شارك خمسين سنة الحمد لله وقصائد تتجدد يوم بعد يوم أي حدث ترجع قصائد الوالد فيها القديمة كأن سيدة والعياد المناسبة الوطنية والحمد لله متواجد وأتوقع الجديد ما أظن فيه الجديد لم يعتذر الشعر من عشر سنوات طيب شكرا يعني شكرا لوجودك معنا سيد فيصل ونحن سعيدين بخبر صحة والدك ونتمنى له دوام الصحة والعافية بكل تأكيد من الرياض فيصل ابن الشاعر خلف بن هدال شكرا جزيلا لك مجددا أم القرى أم تبر بجنينها لا حل فرح والعز في نون عينها حلت وسلت كل من حل حولها بلعيد وفوذ اللي فوزايرينها والدار بحماك تم منها وتامنها لو أمري قايدة لا لا تمثلنا أرواحنا في سبيل الله نعربنها السلام لا سهل قلب عن ذكر العلا ربنا اللي نزل اقرأ وعلم بالقلم جلشان في جلالة تبارك في علاه منفرد بالغير رابع مستمرة وفيها العربية تلتقي أصغر نحالة بالقطيف شرقي السعودية هواية تحولت إلى مشروع ينتج 800 كيلوغرام من العسل أحييكم من جديد أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برامج إعادة تأهيل 26 طفلا مجندا من عدة محافظات يمنية ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية حيث تلقى الأطفال من خلال المشروع تأهيل مكثف من الدعم النفسي والاجتماعي والرياضي الثقافي والترفيهي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لمدة ثلاثة أشهر يذكر أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل 175 طفلا مجندا أو مشاركا في مأرب وسيئون خلال العام الجاري أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على تويتر أن شرطة تابوك قبضت على ثلاثة مواطنين لاتخاذهم منزلا شعبيا مهجورا وكرا لإخفاء وترويج مادة الاميفيتامين ومادة الحشيش المخدر بالإضافة إلى اقتنائهم أسلحة نارية وكاميرات مراقبة حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة اشتركوا في القناة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تجيني أكبر المختبرات الطبية المتحدة المتخصصة في السعودية بشراكة استراتيجية سعودية صينية حيث ستعمل على توفير حلول متكاملة باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية بهدف توطين الاختبارات الجنينية المتخصصة وتقديم الفحوصات الروتينية هذا ويعد برنامج التحول الصحي في السعودية أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها البلاد لإعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاما صحيا شاملا وفعالا ومتكاملا يقوم على صحة الفرد والمجتمع تعد فاطمة الميلاد أصغر نحالة في محافظة القطيف شرقي السعودية ورثت شغفها في تربية النحل من والدها الذي عمل مربيا للنحل فاطمة نجحت في تحويل هوايتها إلى مشروع ناجح ينتج نحو 800 كيلوغرام سنويا من العسل والذي يستهدف الأسواق المحلية والخليجية المزيد مع مراسلنا علي اللغبي منذ صغرها ارتبطت بالنحل بدافع الترفيه والاستكشاف امتلكت أولى خلية في منحل والدها وهي في عمر الخامسة عشر فاطمة الميلاد أصغر نحالة في محافظة القطيف شرق السعودية والتي تمتلك اليوم ما يصل إلى مئتي خلية من النحل بدايتي في تربية النحل كانت مرحلة استكشاف مع الوالد وحب الاطلاع على عالم النحل بعدها حاولت انفرد بخلية واحدة الخلية الوحدة هذه تمكنت من إدارتها بشكل كامل بعد ما تمكنت من إدارتها بشكل كامل استشارت الوالد في امتلاك منحل صغير متنقل وانفردت بخمسين خلية وخمسين خلية هذه ما شاء الله خلال خمس سنوات من عمري خمسة عشر سنة لحد العشرين سنة انفردت بمائتين خلية منذ الثامنة صباحا تبدأ النحالة فاطمة يومها في متابعة خلايا النحل والتأكد من سلامتها ونظافة المياه علاقتها مع النحل أكسبتها مزيدا من الصبر والدقة بشكل يومي لازم أتأكد أن الخلايا تكون سليمة الإطارات موضوعة بشكل سليم أتأكد من نظافة الماء أتأكد من كل شيء سليم تقريبا تواجد في المنحل من ثمان الصباح حد أربع العصر طوال أنا فترة موجودة في القطيف لما أكون برا القطيف أتواصل مع الوالد بشكل يومي أنه يحضر ويتأكد لي من سلامة الخلايا نجحت فاطمة في تحويل شغفها في تربية النحل إلى مشروع تجاري ينتج ما بين ستمائة إلى ثمانمائة كيلو سنويا من عسل السدر وزهور الربيعي والمنغروف وتستهدف منتجاتها السوق المحلي والخليجي بالنسبة للإنتاج السنوي ينتج سنويا حوالي من ستمائة إلى ثمانمائة كيلو من ثلاثة أنواع من الإعصال عسل السدر وعسل زهور الربيع وعسل المنغروف والحمد لله الإنتاج ما يقتصر على السوق المحلي فقط بل حتى دول الخليج يصدر لهم وأيضا تركيا وإن شاء الله باقي الدول نتوسع في هذا المجال من القطيف علي اللغبي العربية في السعودية يدخل حي قرطبة خامس الأحياء السكنية المشمولة في برنامج الرياض الخضراء ضمن مشروع تشجير الأحياء الذي يستهدف تشجير وتطوير البنية التحتية للتشجير والري في أكثر من 120 حي في الرياض وسيطفي المشروع على الحي مساحة خضراء من خلال زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة و34 حديقة إضافة إلى تشجير 44 كم من الشوارع والممرات حذرت الأرصاد الجوية العمانية من ارتياد بحر العرب وممارسة أي نشاط بحري عليه وذلك غدا تتشكل الإعصار المداري ببرجوي وأشارت الأرصاد العمانية إلى أن أمواج البحر سيصل ارتفاعها من 3 إلى 6 أمتار على السواحل بدءا من غدا الجمعة مضيفة أن الحالة قد تستمر إلى ثلاثة أيام من جهته أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن الحالة المدارية في بحر العرب لا يوجد لها أي تأثير مباشر على أجواء السعودية خلال الثلاثة أيام القادمة وأوضحت أن الحالة المدارية للأعصار تصنف من الدرجة الأولى حيث يبعد مركز الأعصار من السواحل 1050 كم للأعاصير خمسة درجات الدرجة الخامسة تكون سرعة دوران الرياح أكثر من 225 كم في الساعة وهي الدرجة المدمرة التفاصيل في تقوين مع خالد زعاق الريح التي تهب بشدة وترتفع إلى عنان السماء مثل العامود تسمى عند أهل اللغات العربية بالإعصار والعامة يسمونه بالعاصوف والإعصار عند أهل الأرصاد هي منطقة ضغط منخفضة تجلب الرياح إلى مركزها والإعصار يمر بمراحل عدة قبل تشكله يبدأ منخفض جوي بين قوسين سحب فإذا زادت حركته تحول إلى عاصفة مدارية لسرعة دورانه ولأنه يتشكل في المناطق المدارية وهي المناطق الواقعة بين مدار السرطان إلى مدار الجدي فإذا زادت حركة دورانه عن 118 كم بساعة تحول إلى إعصار يا رب سلط على الأحزان عاصفة من المسرات لا تبقي ولا تذر وابعث إلينا من التفريج مكرمة وامن على من غزاه الهم والكدر والأعاصير خمس درجات تصنف على حسب سرعة دورانية حول المركز بل كيلومتر بساعة الدرجة الأولى سرعته من 119 إلى 153 وهو ضعيف الدرجة الثانية من 154 إلى 177 وهو متوسط الدرجة الثالثة سرعته من 178 إلى 208 وهو قوي الدرجة الرابعة من 209 ننتقى المشاهدين مباشرة إلى المؤتمر الصحفي على همش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش في الرياض نستمع كما أود أن أرحب أيضا في هذا المكان بانضمام جمهورية توغو للتحالف ليصبح رد الدول للعباء في 86 دولة ومنظمة وباعتباره أكبر تحالف دولي لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي خلال اجتماعاتنا اليوم ناقشنا سبل عادة الاستقرار في الأراضي المحررة من تنظيم داعش في سوريا وعراق باعتبارها من ضمن قائمات أوليات لدى التحالف وأكدنا على أهمية استمرار الجهود في هذا الإطار كما أكد المشاركون على الاستزامهم واستمرارهم في الحد من مصادر تمويل الإرهاب ووسائل النشر والترويج كما تجدر الإشارة هنا إلى تأرس المملكة لمجموعة مكافحة تمويل داعش وجهودها الكبيرة في إطار تنسيق عمل كافة الدول في التحالف للتصدي لتمويل هذا التنظيم كما بحثنا الإجراءات التي يمكن اتباعها لمجابهة الإرهاب والمينشيات المسلحة في غرب أفريقيا ودول الساحل ووسط وجنوب أفريقيا والتي بدورها تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وأن المملكة ستشارك في رئاسة مجموعة التركيز خاصة بأفريقيا إيمانا من هذا التحالف بأهمية التركيز على هذا التحدي نظرا لما يشكله من مصدر للتهديد ليس فقط لدول الساحل لكن لدول المنطقة أجمع والعالم وهنا أود أن أثني على هذا التركيز المستجد على التحدي التي تواجهه القارة الأفريقية من الإرهاب واستشعارنا جميعا في المجتمع الدولي بمسؤولياتنا تجاه التعاون والتنسيق لمجابهة هذا التحدي كما أود أن أؤكد على أهمية مجواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان لضمان أن لا تصبح مجددا ملاذا آمنا لهذه التنظيمات وكذلك مهم أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة التزام المجتمع الدولي والطلاعه بأدواره في مواجهة تحديات مشتركة من أبرز الإرهاب والعمل على توفير البيئة الملائمة لأعودة النازحين في سوريا والعراق وإجراء الصحابة القضائية لمحاسبة الإرهابين وإهمية اطلاع الدول الغنية بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع وحماية الأجيال القادمة من أضرار هذه الآفة وتبعاتها والحقيقة من المؤسف أن لا زال هناك عدد من الدول الغنية الدول المتقدمة التي ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العب على دول المتأثرة الأكثر تأثرا بالإرهاب المملكة تقوم بدورها وتستعد كافة مواطنيها من مواقع الصراع ونحن مستعدون أن نساعد من يحتاج فيما يتعلق بإعادة التهيل والانخراط في المجتمع لكن الدول كافة عليها مسؤولية تحمل ما قام به مواطنوها وأن يستعدون ويرفعون هذا العب عن الدول المتأثرة كما أود في هذا المناسبة نؤكد على متانة العلاقة السعودية الأمريكية التاريخية وما نقشته مع صديقي توني بن كند بالبارحة في لقاءنا الثنائي وكما أيضا تم مناقشته في لقاء سمسيدي والعهد في التشاور في القضايا ذات الاهتمام الشركة لتعزيز الأمن واستقرار الأقليمي والدولي واستعرضنا ملفات كثيرة في المنطقة كذلك أطر التعاون بين بلدينا وهناك مجال واسع لهذا التعاون وسنستمر في بحث سبل دعم هذا التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وختاما أود أن أشير وهذه نقطة مهمة الحقيقة أن المشاركون أكدوا على أن التطرف والإرهاب في كافة أشكاله ومباريه يجب أن لا يرتبط بأي دين أو جنسية أو مجموعة إرقية وأن لا يكون عذرا لاتخاذ أي إجراءات أو أي تفرقة أو أي عنصرية تجاه أي مجموعة إرقية وأن لا يكون المسلمون عرضة للمضايقات مجرد لأن بعض الفئات ربما انتهجت نهجا مخالفا وهذا ينطبق على جميع العرقيات شكرا وأعطي الكلمة لسيد توني بلينك وزير الخارجية فيصل أشكركم على ضيافتكم وعلى جمع شركائنا الأقليمين والدوليين هنا في رياض عندما سافر رئيس بايدن إلى جدة في الصيف الماضي أكد على أهمية الشرق الأوسط من أجل مصالح أمريكا على المدى البعيد ونحن ملتزمون بالاستمرار وتعزيز شركاتنا في المنطقة معا نستطيع أن نحقق التقدم لكافة شعوبنا ليس فقط لمعالجة التحديات واللزمات الحالية بل لصياغة رؤية حاسمة لمستقبلنا المشترك عبر الأيام القليل الماضية لقد حققنا هذا التقدم عبر عدة جبهات من خلال عام مع شركائنا السعوديين وبجلس تعاون الخليجي والعمل اليوم مع التحالف الدولي لهزيمة داعش ووزير الخارجية لقد انهيتوا اجتماعا بناءا مع هذا التحالف الدولي الولايات المتحدة ممتنة لقيادة المملكة العربية السعودية ليس فقط في استضافة هذا الاجتماع بل لإسهاماتها المستمرة في كل يوم من تحقيق هذه المهمة مع التحالفنا يستعيد الأراضي لدى كانت يسيطر عليها داعش وتكبدهم خسائر فادحة في قيادتها فتبقى داعش تمثل تهديدا مستمرا لاجتماع الوزاري ركز على عدة مجالات ضرورية من ضمنها تحقيق الاستقرار في المناطق المحاررة من داعش لكي لا تستغل الجماعة الأمن الضعيف أو الظروف الإنسانية والاقتصادية التي تترك سكانت كلمناطق بأيسين وكما سمعتم من وزير الخارجية يعادة الإرهابين الجانب إلى أوطانهم ونحن نعمل أيضا مع التهديدات الناشية من ضمنها جهود داعش في شبه الصحارة الأفريقية وداعش خرسان أعضاء الاتحاد 86 مركزون بشكل أكبر لكمالي هذه المهمة لتخلص من داعش المكاربية السعودية والولايات المتحدة وشركاتنا ومع مجتمع الخارجين نعمل عن قرب لمعارجة أدة تحديات أخرى في المنطقة مثلها اليمن عندما تولى رئيس بايدن الإدارة كانت الحاربة مستعرة وكانت تواجه أوضع أسوأ أوضاع إنسانية في العالم والآن نعمل بشكل مكثب مع السعودية وشركات آخرين لتحقيق هذا الاستقرار في القتال الذي مداما على 14 شهرا اليوم تسنتي الفرصة أيضا للقاء رئيس اليمن لمناقشة المسار المستقبلي هدفنا وهدفنا هو قطلق نار دائم وعملية يمنية شاملة بوساطة الأمم المتحدة وطالب العدالة والمسائلة وفي الختام تقود إلى حل سياسي بالخلافات في اليمن مفادن الخاص تيم لاندر كينك سوف يستمر بالعمل مع الأطراف وشركانا في المنطقة في الأيام الأسابع المقبلة لحل المشاكل العالقة في وجه السلام الدائم الولايات المتحدة والسعودية لجانب مجتمع الخليجي تركيز أيضا على نشاطات إيران المزعزة على المنطقة مضميها دعمها للرهابي والميليشيات واستيلائها على السفن البحرية والتصايد النووي أن المتحدة تستمر بإيمانها بين الدبلوماسية لجانب الضغوط الاقتصادية وردع والتعاون الدفاعي القوي هي السبيل الأمثل لمعالجتي ومواجهة هذه المشاطات الخطرة حتى ندعم جهود السعودية التخبيط والتراث وتطبيع العلاقات أمريكا والشركان في الخليج نعمل عن قرب حول أزمة سودان أمريكا وسعودية تقود خمالات دبلوماسية لدفع الجانبين للانتزام بوقفة اطلاق النار والاستماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى شعب السودانين سوف نستمر بالعمل تجاه تحقيق وقت اطلاق النار دائم وتشكيل قيادة مدنية انتقالية وليكاپتغان which is having a devastating impact on young people throughout this region just as fentanyl and other synthetic opioids are doing the same in the United States this partnership will be an important part of our diplomacy to strengthen global cooperation on the growing challenge posed by illicit synthetic drugs alongside my GCC and de-ISIS engagements I also met with the Ethiopian Deputy Prime Minister of a Conan to review the ongoing implementation of the November 2 cessation وزراء الأثيوبيا كونال لمراجعة التطبيق الحالي في الثاني من نوفمبر واتفاق الثاني من برد وخل العملية الأعدائية هذا الاتفاق أنهى الأزم المروعة في تيغريل وعلى أطرافهم تدركوا العمل الشرنية على تجاراته وانتسعى للمسائلة إلى جانب التسوية وأمريكا تستمر بتتشارك مع أثيوبيا مع بناء نظام عادلة لكسر دورة السعودية والخليج علاقاتنا تمتد بعيداً عن مجرد هذه التحديات فهي ضرورية جداً لتوسيع الفرص ودفع التقدم لشعبنا والشعوب العالم وعبر الشركات البنى التحتية العالمية والإستمارات أمريكا والسعودية تعملان معاني التقديم البنى التحتية ذات الجودة العالية لمصلحات دولات الدخل المتدين المتوسط وحتى بتجارات رقمية من خلال تكنولوجيا الاتصالات مثل الشبكات السحابية الآمنة وقليلة التكلفة نحن نكافح أزمة المناخ ونسرع الاتقال إلى الطاقة النظيف في المنطقة عبر الشركاتنا الثنائية الاتفاق الذي وقعناه في الصيف الماضي والذي يفك عن طاقة الهايدروجين النظيف والطاقة الشمسية وغيرها جانب أساسي من استراتيجيتنا لتحقق المنطقة المستقرة أو حوى تخفيف التوترات الخليج مترابطة عن أكثر من أي وقت السبق كمنطقة وكذلك مع دول أخرى في الشرق الأوسط من ضمنها إسرائيل أمريكا ستستمر بلعب دور أساسي في تعزيز وتوسيع عملية التطبيع كما قال رئيس بايدن في جدة الحقوق العالمية والحريات والحماية التي توفرها هي أولوية أساسية لأمريكا وشراكة سعودية الأمريكية تتعمق بها خلال تطور عملية حقوق الإنسان هذا تأخذنا خطوات تاريخية لتعزي دور المرأة في مكان العمل والتسامح بين الديادات المعتقدات ضمن أجندة هذه الدولة الطموحة وهذه النقطة أوضحتها بشكل جيد في اجتماعاتنا هذا الأسبوع في الأسبوع الماضي أمريكا أو رواد الفضاء الأمريكيين وسعودين عادوا لأرض بعد غضاء عشرة أيام معا في محطة الفضاء الدولية وتلك المهمة شملت ريحانة بيري ناوي أول رادة فضاء عربية تزور الفضاء وفي رسالة الأولى من الفضاء ريحانة توقعت بأن المستقبل مشرق وذلك أقول لنجعله مشرقا معا شكرا والآن مع سألة الزملاء من وسائل الإعلام قناة العربية إذا بالإمكان توقف سموه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هل التهديدات اليوم التي يشكلها تنظيم داعش في بعض دول أفريقية هو ما دفع الإعلام بانضمام السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بأشان الأفريقي لمواجهة التنظيم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعت مع ولي الأهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لساعات وأيضا أوضحت أو كما وصفت أنه اجتماعت معاه لساعات وناقشت معه ملفات أو ملفات كثيرة هل لنا أن نعرف بالتفصيل عن هذه الملفات وأيضا الملفات التي يرغب بها ولي العهد السعودي مع أمريكا شكرا لك شكرا هاني ونضمة المملكة لرئاسة المجموعة الخاصة بأفريقيا إيمانا منا بمسؤوليتنا تجاه الشراكة العميقة التي تملكها المملكة العربية السعودية مع القارة الأفريقية القارة الأفريقية ننظر لها كمصدر مهم للتعاون والتنسيق والدول الأفريقية كلها بالمجمل لها علاقة قوية بالمملكة العربية السعودية ونحن مساهمون أساسيون في التنمية في تلك الدول ونستشعر بمسؤوليتنا تجاه الحفاظ على ما حصل من تقدم في هذه الدول والتعاون معها والتنسيق فيما يخص مجابهة هذا التحديد الذي يهدد أمن واستقرار القارة كافة وينعكس حقيقة أيضا على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية بحكم الجوار والمسؤولية مشتركة لمواجهة هذا التحدي بالذات أن كثير من الدول الأفريقية ينقصها القدرات التقنية والمعرفة في هذا المجال وكما واجهنا داعش في العراق والسورية كمجتمع دولي المسؤولية أيضا أن نواجه التنظيمات الإرهابية في القارة الأفريقية كمجتمع دولي وبالتنسيق والتعاون وسنعمل على ذلك وسندعم كل الجهود الدولية في هذا الإطار ليس بسعي إلا أن أكرر ما ذكره مع الوزير الخارجي ومرة أخرى وكذكرة أن هذا التحالف الذي ضم 86 الدولة ومنظمة وهو أكبر تحالف في العالم وقد حقق تقدم نجاحا كبيرا جدا منذ عام 2014 في استعادة الأراضي التي سيطر عليها داعش في العراق والسورية والتخلص من القيادات العليا لداعش وتقليل التهديد ولكن التهديد مستمر وإلى جانب ذلك فهو ينتقل لمناطق أخرى وبشكل خاص لمناطق من أفريقيا وهذا كان علينا أن نركز اليوم وفي تحالفنا على بعض التحديات التي يوجوها شركائنا في أفريقيا وبشكل خاص في الساحل وغرب أفريقيا فالأمر جدير بذكرها وتعالف هو أنه يتكيف ومرن وحتى مع سمر تركيزنا العراقي وسوريا لضمان عدم إعادة بروز تهديد داعش فهي يجب أن نضمن تركيزنا على مناطق أخرى قد يكون فيه أكثر نشاطا وكما ذكرنا الآن هذه المناطق هي أفريقيا ولهذا السبب أن تركيز هذا التحالف منصب على أفريقيا بالشراكة الكاملة مع الدول الأفريقية آخر شيء أودون أذكره وما هو جدير بالذكر من نقاشاتنا اليوم وكل العمل الذي قمنا به هو ضرورة المقاربة المكثفة الأمن ضروري ولكن هناك تحديات كيف نواجهها من داعش وسمعنا من شركائنا فأن ضرورة التعامل مع مخاوفة واحتياجات المجتمعات المهمشة وتوفير الفرص الاقتصادية وضمان وجود الحوكمة الجيدة والمقاربة السياسية الشفافة كل هذه الأشياء الضرورة لتحقي نجاح ضد داعش ومنعها من التجنيد والتوسع في مناطق أخرى السؤال الثاني لـ Reuters شكرا معالي وزير الخارجية صاحب السمو هل تحرم المكلاة العربية السعودية لحصول على دعم أمريكا لتطوير برنامجها النووي المدني مقابل لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وهل تقولنا بأن هذا الشرط غير قابل للتفاوض من أجل التطبيع وسؤال آخر المكلاة العربية السعودية قامت بالعدل من الأصلحات لأن جماعة حقوق الإنسان أفادت عن عملية قامعة وما هي استجابتكم لذلك وممدى الضغط التي تواجهناه من نظراءكم الأمريكيين حول هذه المسألة الوزير بلنكين ناقشتم مع ولي العاهد السعودي مسألة التطبيع ما هو التقدم الذي حصل وممدى أمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق أي أنه ربما يسرب بعمل تسريع التسلح مع إيران وحل مسألة أخرى هل تلقيتم أي ضمانات من ولي العاهد تجاه أطلاق المساجين السياسين شكرا جزيلا وفما يخص التعاون النووي ليس سرا أن نحن نطور برنامج النووي المدني ونفضل أن تكون أمريكا متقدمة لتطوير هذا البرنامج الدول الأخرى تتقدم مع سعينا بناء هذا البرنامج مع أفضل تكنولوجيا في العالم وهذا سيتطلب اتفاق معين لدينا خلافات فرأي ونحن نعمل على جادة آلية للعمل معا على تكنولوجيا النووي المدنية ونسعى لمضي قدما في هذا البرنامج أما التطبيع وكما قلت مسبقا وواضح نحن نؤمن بأن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة وسوف يقدم فؤادة كبيرة للجميع ولكن من دون إيجاد السبيل للسلام لشعب أل فلسطين بدون معاجلة هذا التحدي فأن أي تطبيع سيكون له فؤادة محدودة وبالتالي علينا الاستمرار بالتركيز على إيجاد السبيل توجه حل الدولتين والمسارة توجه منح الفلسطينيين الكرامة والعدالة وأمريكا لديها وجهة نظر مشابهة من المهم جدا أن نستمر على هذه الجهود سألت عن حقوق الإنسان والإصلاحات ومن المعروف أننا حققنا تقدم كبيرا في الإصلاحات في المملكة وما نقوم بهنا كله وفقا لتقييمنا فيما يصب في مصلحة بلادنا وهو مدفوع باحتياجات ورغبات الشعب السعودي أنتم عشتم بعض الأيام هنا وأتمنى أن تكونوا قد شاهدتم تغييرات كبيرة التي حصلت في المملكة ولكن نحن دائما مفتحون لخوض الحوار مع أصدقائنا ولكن لا نستجيب للضغوط عندما نقوم بأي شيء نحن نقوم بذلك حسب مصالحنا ولا أعتقد بأن أي شخص يؤمن بأن الضغط مفيد وبالتالي فهذا ليس بالشيء حتى سنتنبلها الأولوية هي تحقيق الأهداف التي وضعناها لبلادنا نحن نركز بشكل كبير على بناء المسار تجاه الازدهار المستدام للشعب السعودي وأنا أحثكم أنتم وكل ما ديه أي فضول لقضاء بعض الوقت في المملكة والتفاعل مع الشعب السعودي وأحكم بأنفسكم فيما يخص التطبيع أولا وكما تعرفون نحن ندعم بالكامل اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط منذ اليوم الأول ونحن نعمل من أجل تعزي بعض العلاقات القائمة أصلا وكذلك لتوسيعها مع دول أخرى وهذا يشمل الملكة العربية السعودية أعتقد أن هذه ستكون خطوة هامة جدا للمستقبل وبلا شك ستكون أولوية وهي بالفعل أولوية بالنسبة لنا الاندماج جيد للمنطقة بأكملها وسوف نستمر لتحقيق ذلك ناقشنا ذلك هنا وسوف نستمر بالعمل عليها وتحقيقها في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة أما فيما يخص المواطنين الأمريكيين وحقوق الإنسان بشكل عام اسمحوا لي أن أقول أولا حقوق الإنسان دائما على جدة الولايات المتحدة وناقشنا هذه المسألة مع نظرنا سعودين خلال عام القيام الماضية كما أوضحنا بأن التقدم في حقوق الإنسان يقوي علاقتنا وسوف نستمر بالتحدث عن ذلك بشكل عام وخاصة عن حقوق الإنسان هناك شيء آخر في غاية الأهمية وقد ذكره مع الوزير الخارجية ألم الكربية السعودية انطلقت في جهود جبارة وتاريخية لتحديث اقتصادها ومجتمعها وجزء من ذلك سيجلب أفضل المواهب من كافة الحال العالم إلى السعودية لزيارتها والسعيل التعلمي هنا والاستثماري والمشاركة والعمل إلى جانب السعوديين ومن وجهة نظرنا فأنا رؤية عشرين ثلاثين كما تسمى هذه المبادرة ستحقق نجاحا أكبر بكثير إذا ما كانت السعودية أكثر مكانا جذابا لكافة سكان العالم المجيئة إليها وبالتالي أعتقد بأن حسب وصقها ومن مصلحة المكان العربية السعودية تستمر بالسعي لهذا التحديث وتوسيع حقوق الإنسان أما فيما خصى المواطنين الأمريكيين كما تعرفون وكما ذكرتم مرارا أن رفاها وأمن المواطن الأمريكي في كل مكان حول العالم هو أولويتي القصوى ومسؤوليتي وهذا هو تركيز وزارة الخارجية أيضا نحن مستمرون بالعمل نيابة عن الأفراد قدر الإمكان وتسنت لي الفرصة لطرح بعض المسال ولن أخوض في المزيد من التفاصيل سكينيوز قلتم في كلمتكم صباح هذا اليوم بأننا لا نريد أن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين كيف يمكن أن نوفق بين هذا الكلام وبين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي فتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية والأعمال الإرهابية أخرها صباح هذا اليوم تفجير في مسجد في أفغانستان نتجانه 18 وفات و33 إصابة شكرا لكم شكرا بالنسبة للسودان أولا أود أن أعبر عن خالص شكري للتعاون الكبير الذي حضينا به من الجانب الأمريكي في المحادثات التي حصلت في جدة للمحاولة للتعاون مع الوضع الإنساني الحرج نتيجة لما حصل من اقتتال داخل السودان حققنا بعض النجاح لم يكن نجاحا كاملا لأن الأطراف لم يلتزموا التزاما كاملا ونستمر في العمل لبحث السبل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني عن طريق الوصول إلى تفاهمات معينة مع الأطراف وهناك بوادر إيجابية حتى اليوم في المحادثات قد نصل إلى هدنة أخرى مع آليات مراقبة أكثر تشددا تساعدنا في تحديد مواطن الخلل أو المخالفة إن حصل ذلك ونلتزم الأطراف سيكون ذلك بصيص أمل جديد لإخواننا في السودان وهنا أوجه كلامي مرة أخرى إلى الأشقاء في السودان كافة أن الدم السوداني غالي وأن لا بد أن نعمل جميعا على معالجة هذه الأزمة بالحوار وعيدا عن السلاح لأن السلاح لا يحل شيء ولن يفضي إلى نتيجة سواء مزيد من الدمار ومزيد من الأبرياء يسقطون فنتجه إلى الحوار نتجه إلى معالجة الأمور من خلاله ونمتنى عن تعريض المدنيين إلى الخطر باستمرار هذا القتال بذات أنه اقتتال في المناطق المدنية وأنا واثق أن الإخوة في السودان سيتحملون مسؤولياتهم وسيقومون بما يجب لتجريب المواطن السوداني مزيد من الدمار والخراب ومرة أخرى سنعمل مع أصدقائنا في أمريكا وكافة شركائنا في المنطقة وآخرون للدفع في هذا الاتجاه أضحارنا منذ انهاء أمريكا لأطول حرب من أننا سنستمر بالتركيز على مصالح الأمن القومي من عمليات الإرهاب الناجمة عن أفغانستان وأن كان ضروريا سوف نتصرف ونعمل على التعامل معها وقد أظهرنا ذلك بشكل جليب في الأشرق الماضية قدرتنا على فعل ذلك من ضمنها التخلص من أحد كبار قياداتي القاعدة الذي يسكن في أفغانستان أو يقيم في أفغانستان وعلى وتعالى ذلك نحن نعمل مع الشركة ودول الجوار لتعزيز القدرات للتعامل مع أي عملات إرهابية قد يكون مقرها في أفغانستان أو تنجم من هناك وفي نفس الوقت الطالبان هو أدو لداعشة خراسان ويعمل ضد هذه الجماعة وبغض النظر عن ذلك فقد أوضحنا وأظهرنا قدراتنا المستمرة للقيام بأعمال تحمي أمننا ضد أي إرهاب قد ينجم من أفغانستان مع الوزارة الخارجية البصمة أمريكا العسكرية المخفضة في المنطقة الوفرة الفرص للصين لتعزيز علاقاتها مع الملكة العربية السعودية وآخرين ثانيا أم متقد لعادة الاندماج لسوريا للمنطقة قالوا بأن بشار الأسلام فعل شيء لاستحقاق ذلك هل حددت الملكة العربية السعودية شروط مقابل عودة سعودية لأحضان العربية وزير بلينكين هل تخشون أن صين يرعن أهل الشركة أكثر ويعتمد عليها أكثر من أمريكا في المنطقة وفيما يخص سوريا أمريكا طالبت الدول التي طبعت علاقاتها أن تحصل على شيء مقابل تطبيعها مع الأسد هل النجمها تطبيع عن أي تنازلات الصين هي ثانية أكبر اقتصاد في العالم وهي أكبر شركة تجارية بشكل طبيعي وهنا الكثير من التفاعلات والتعامل مع الصين لأنها شركة هام للمملكة ولأغلب دول المنطقة وأعتقد أن هذه الشراكة وفرت لنا وللصين فؤادة كثيرة وهذا التعاون على الأكثر سينمو بسبب آثار الصين الاقتصادي على المنطقة لأنه سينمو أيضا مع زيادة نمو الصين ولكن لا زال لدينا شراكة أمنية قوية مع أمريكا وهذه الشراكة الأمنية نعيد تجديدها ونعاشها في كل يوم تقريبا ولدينا تمارينة اسكرية مستمرة ولدينا تعاون مشاركة معلومات الاستخباراتية كما نرى في الجهود في السودان وما نقبه معا في اليمن هذه الشراكة مع أمريكا تبقى قوية خاصة في تلك المجالات والمناطق فأنا لا أقول بأنها هي لعبة صافي صفري بل نحن قادرون على تكوين شراكات وتفاعلات متعددة وأمريكا تفعل نفس الشيء في حالات عديدة فأنا لا أؤمن بهذه النظرة السلبية فنحن نستطيع بشراكة تتجاوز هذه الحدود وقد سمعت بيانات من أمريكا حول الرغبة لإيجاد السبول لتعاون أفضل حتى مع الصين ذلك لا يسعن إلا أن نشجع ذلك لأننا نرى أن التعاون سهل في تحقيق المستقبل وهذا يعني التعاون بين الجميع فيما يخص سوريا من المهم جدا أن ندرك السياق السياق هو أن الوضع الراهن لم يكن ناجحا وكان يولد عبءا متزايدا على دول المنطقة وعلى الشعب السوري بغض النظر عن وجهة نظرنا تجاه بشار الأسد فن المسار الوحيد لحل التحديات الإنسانية التي نوجهها في الأزمة السورية هي لإيجاد المسار لمعالجة مشاكل أساسية والمخاوفة الأخرى وكيف نضمن وجود مسار آمن لعودة اللاجئين ووجود بعض التسوية السياسية ومشفية المخدرات كل هذه الأمور تتطلب الحوار مع دمشق وربما قرأتم البيان بعد اجتماعنا في عمان أولا عقدناها قبل العودة إلى جمعة الدول العربية وأوضحت أو قدمت سوريا التزامات واضحة جدا في كل تلك المجالات العاملة معنا ومعالجتها بشكل يلبي آمال ليس فقط آمال نحن في المنطقة بل حتى المجتمع الدولي والآن سوف نعمل على تلك الانتزامات التي قدمت هذه المشقة في الختم يجب أن نفكر في المسألة الإنسانية والشعب السوري وكيف نرفع عنهم المعالاة التي يعيشونها ونحن نؤمن بأن هذا هو أفضل مسار المضي قدما أما الجهود الأخرى فقد فشلت عن تحقيق التقدم على مدى السنوات وفقط زادت صعوبة الأوضاع مثلا لبنان الذي يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة جدا فليس بوسعهم حملة هذا اللعب مليوني لاجئ سوري لا يستطيع أن تحمل هذا اللعب طويلا يجب أن نتجنب الوضع الذي يضحهم في خطر فيجب أن يعود بأمن نحن نؤمن بأن هذا المسار قد ينجم ويمكن أن ينجم على الفاج بينما فشلت الجهود الأخرى نحن نؤمن مع أمريكا وكلها ضمن آمل المجتمع الدولي تماشيا مع قرار مجلس الأمن الذي له صلاة بالأمر فيما يخص الصين الجواب مطابق تماما الجواب مع الوزراء الخارجية أولا نتفاعلنا في المنطقة وشراكاتنا وعملنا هنا لا يدور أو ليس علاقة بي دول أخرى بل لها علاقة بهذه الشراكات والمصالح التي نقدم خلال العمل مع المصالح لشعوبنا ونستطيع حتى في هاتنا عديدا نقدمها لشعوب العالم وقد وصفت بعضها مسبقا وفي نفس الوقت وفي شكل خاص فيما يخص الصين لقد أوضحنا أننا لا نطلب لأي طرف أن يختار بين الولايات المتحدة أو الصين فقط نحاول أن نظهر فوائد شراكتنا والأجندة الحاسمة التي نقدمها وما نحاول فعله وكل ما سمعته على مدى العامين ونصف الماضيين وحتى الأيام الثلاثة الماضية من الشراكات حول المنطقة والعديد منهم كانوا حاضرين هنا فرياض الولايات المتحدة تبقى الشرك المفضل لأغلب دول المنطقة فيما يخص سوريا مرة أخرى ليس سرا نحن لم نعتقد بأن إعادة اندماج سوريا جامعة الدول العربية كان صحيحا ولكن في نفس الوقت نحن نرى بأن أهدافنا متشابهة فيما يخص ما نحاول تحقيقه موقفنا واضح جدا لن نطبع العلاقات مع الأسد ومع هذا النظام لأنه لم يستحق هذه الخطوة تجاه الاعتراف به أو القبول به ولكن لأن الأهداف متطابقة تقريبا فأعتقد بأن من أجل مضيق ودمن وكما وصف مع الوزير الخارجية فربما سنحقق بعض التقدم كلنا نرغب التوصل إلى حل في سوريا يتطابق مع قرارات مجلس لامن لعودة اللاجئين ومكافحة تهريب مخدرات الكابتغون لا تسبب بأضرار كبيرة في المنطقة وتقليل النفوذ الإيراني فما سمعتموه مرة أخرى من وزير الخارجية هو نية شركائنا لاستغلال يتفاعل باشر مع نظام الأسد من أجل تحقي المزيد من التقدم في هذه المجالات ومجالات الأخرى خلال الأشهر القادمة على أن أعتمد أننا متشككون من رغبة الأسد في اتخاذ الخطوات اللازمة ولكننا متوائمون مع شركائنا هنا حول ما هي تلك الخطوات وحول الأهداف النهائية شكرا جزيلا وهنا نختلف وقع المتواصل الصحفي نشكركم أصحاب السمو المعالي شكرا وشكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة